دي الحلقة 36 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة الحلقة دي هتتكلم فيها عن 9 النقاط لازم حضرتك تتأكد منهم قبل ما تشتري في العاصمة الإدارية وخصوصا لو حضرتك بتشتري مع شركة جديدة ملهاش سابقة أعمال في المجال دول مع حضراتكم محمود كثاب شركة جديدة استشارات عقرية بالعاصمة الإدارية الجديدة أول نقطة هي أن حضرتك لازم تتأكد أو لازم تسأل أولا عن ثابت الأعمال بتاعة الشركة وتاني نقطة أنه لو ما فيش ثابت أعمال للشركة يبقى حضرتك بالحالة دي تسأل عن البروفايل بتاع صاحب الشركة والملائة المالية بتاعتك وتالت نقطة أن حضرتك هنا لازم تتأكد من الأوراق القانونية بتاعت الشركة من السجل التجاري والبطاقة الدرابية ورابعة نقطة هي أن حضرتك هنا بتتأكد من الأوراق القانونية بتاعت الأرض والعادل الابتدائي اللي بيكون ما بين المطور أو الشركة المخصص لها قطعة الأرض وما بين شركة العاصمة وطبعا محضر الاستلام بتاع الأرض وقرار التخصيص وقرار الوزاري ي rotate data اكتر من 5 فدان لو أقل من 5 فدان بيكون في المحل أو البديل بتاعها كارتة الوصف خمس نقطة بقى ان حضرتك لازم تتأكد ان المطور الذي تتعاقد معه هو نفسه مالك الارض الذي مخصص له قطعة الارض وحضرتك هتلاقي هنا اسم الشركة بيكون مكتوب في قرار التخصيص او في القرار الوزاري وسادس نقطة لازم تسأل حضرتك على الترخيص البنائية بتاعت المشروع وسابع نقطة بقى هي ان حضرتك لازم تتأكد من بدء المطور اعمال التنفيذ طبقا للجدول الزمني والاطلاع طبعا على الجدول الزمني بتاعت التسليم والجدول الزمني دوت اللي بيوضح لك المدة الزمنية لبدء وانتهاء كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع لو هنتكلم مثلا بالنسبة للقطاع التجاري هتكلم بالنسبة المون اول حاجة المطور بيعملها بعد ما بيستلم الارض هي بيدخل مرحلة الحفر والتسوية وبعد كده بتيجي لما بيخلص موضوع الرخصة بيبتدي اعمال الخرصانة في الموقع وبعد كده اعمال المباني وبعد كده اعمال التقسيم الداخلي والتقفيل وبعد كده بتيجي لمرحلة بتاعة المحارة واعمال التشريب الداخلي والكارجي وطبعا كل مرحلة من المراحل ديت بيبقى في جوهة تفاصيل فنية كتير بس انا هنا باتكلم بواجهة عام وعموما في العقد المطور بيكون موضح لك معادل الاستلام بتاع المشروع والتاريخ اللي حضرتك هتسلم فيه وحدتك فلازم تشوف تاريخ الاستلام دوت هل هو متوافق مع طبيعة الانشاءات الواصلة لها المشروع دلوقتي ولا لا فاللي هيوضح لك النقطة ديت هي الجدول الزمني بتاع التنفيذ وتام النقطة هي ان حضرتك لازم تتأكد من التزام المطور بسداد الاقصاد بتاعة الارض وان ما يكونش فيه عليه متأخرات وانه ملتزم بالجدول الزمني للتسليم وانه مقدم طبعا الرسومات بتاعته مش متأخر في حاجة ودي طبعا حضرتك مش هتعرفها الا من خلال زيارة شركة العاصمة ولازم حضرتك لما تروح هناك تسأل عن المشروع دوت برقم القطعة بتاعة الارض واسم الشركة المخصص لها الارض ودلوقتي طبعا المقار بتاع شركة العاصمة موجود في الحقيقي الحكومي التاسع النقطة بقى هي ان بعد حضرتك يعني بإذن الله لما تيجي تشتري مهم جدا ان حضرتك تتابع التنفيذ اول بول مع توالي دبعك للقصات ومهم جدا تدور بنفسك طبعا الموقع من وقت للتاني عشان تتأكد اذا كان فيه تأخير ولا لا وعلى فكرة طبعا دلوقتي فيه بعض الشركات بقت تحط بنوط في العقد بتاعها بحيث ان هو بيضمن دي حقوقك من حيث بيكون فيه مثلا زي نسب انشاءات كده بتكون متحددة من الجدول الزمني بتكون مربوطة بدفعك للقصة يعني لو الشركة مثلا اتأخرت في اي مرحلة من مراحل التنفيذ حضرتك بتوقف القصة بتاعك ودي طبعا بتكون دلالة كويسة على مدى قدرة المطور للتنفيذ طبقا للجدول الزمني فكل الخطوات دية الهدف منها اساسا ان حضرتك تكون متطمن على الاستثمار بتاعك لان احنا كلنا هنا بنشتري في مشاريع هي تعتبر لسه تحت الانشاء بكلاه طبعا ان شركة العاصمة بتكون حتى اشتراطات على المطورين في التسليم طبقا للمواصفات والتنفيذ خلال فترة معينة وده حضرتك مش هتلاقيه في اي مكان تاني خارج العاصمة ولو في طبعا اي استفسارات عند حضرتك بالنسبة للاستثمار والشركات والمشاريع في العاصمة الادارية جديدة يشرفني طبعا ان احنا نتعاون مع بعض واوجه حضرتك للاستثمار اللي حقق لك فعلا طيما مقابل سعر في شركات يكون موصوق التعامل معها وممكن طبعا ننصف زيارات للعاصمة ونشوف المشاريع كمان من ارض الواقع ولو في اي استفسارات تحت امر حضرتك في اي وقت قامي هنا ظهر على الشاشة متاحة للواتساب وفي لينك موجود في اول الوصف حضرتك مجرد ما تلغط عليه بيوصلك مباشرة على الواتساب الخاصدي طبعا الخدمة مجانية تماما وتحت امر حضرتك في اي وقت شكرا